موسيقى أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة ضمن مبادرة عين على الأمن التي تنفذها مؤسسة فلسطينيات بالشراكة مع المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن بهدف تسليط الضوء على أوضاع النساء في مراكز التوقيف والاحتجاز المحتجزات والحاجزات سعيا لتحسين أوضاعهن وعلى قضايا العدالة والسلم الأهلي المرتبطة بأداء الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بفوضى السلاح والعدالة المتحققة للضحايا وأوضاع النساء ضحايا الجرائم مبادرة عين على الأمن تنفذها مؤسسة فلسطينيات بالشراكة مع المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن نخصص الحلقة الثالثة لمتابعة تحقيق صحفي أعدته الزميلة الصحفية أسماء هريش حول شرط السلامة الأمنية الذي حرم عدد كبير من النساء من الحصول على فرصة عمل لائق نتحدث بالمزيد مع ضيوفنا ويسعدنا أن نرحب في هذه الحلقة بالصحفية أسماء هريش معدة التحقيق نساء في الضفة ضحايا لشرط السلامة الأمنية والأستاذ المحامي غاندي ربعي وعبر الخط الهاتفي تنضم لنا من مدينة نابلس السيدة أشواق العامر وهي سيدة حرمت من الوظيفة بسبب شرط السلامة الأمنية قبل أن نبدأ بالنقاش اسمحوا لي أن نتابع هذا الفيديو وفيه تلخيص لأهم وأبرز ما جاء في تحقيق نساء في الضفة ضحايا لشرط السلامة الأمنية منذ 17 عاما تتقدم هيفاء اسم المستعار من نابلس شمالية الضفة الغربية لامتحان التوظيف كمعلمة بوزارة التربية والتعليم رغم حصولها على المرتبة الثانية في الامتحان التحريري وتفوقها في المقابلة الشفهية إلا أنها لم تنل الوظيفة التي حرمها منها شرط السلامة الأمنية نصيحة إكمال الماجستير عملت بها هيفاء وعملت لفترة قصيرة في المدارس الخاصة وتزامنا مع ذلك لم تتوانى عن تقديم امتحان التوظيف الحكومي قررت ملاحقة قضيتها وبدأت بالتقصي ما بين مدرسة ووزارة ومعارف حتى اقترحت عليها صديقة إجراء فحص أمني وهو الطلب الذي استغربته المسح الأمني أو السلامة الأمنية أو شهادة حسن السيرة والسلوك كلها مسميات لعائق منع توظيف الآلاف خاصة بعد الاقتتال والانقسام الفلسطيني عام 2007 الذي نتج عنه تشكيل حكومتين في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة اشترطت الحكومة في الضفة على المتقدم أو المتقدمة لتقلد الوظيفة الحكومية الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية وتحديدا جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي تطبيق هذا الإجراء أدى إلى فصل وزارة التعليم وحدها نحو 1500 شخص بين موظف ومعلم بالاستناد إلى قرار جلسة مجلس الوزراء برئاسة سلام فياض عام 2007 الذي نص على أن إجراء الفحص الأمني جزء من عملية التعيين في عام 2012 أصدرت المحكمة الفلسطينية العليا قراراً بإلغاء شرط السلامة الأمنية لتقلد الوظيفة العامة وأوقف مجلس الوزراء في رمالة العمل بهذا الشرط بعد متابعة من مؤسسات حقوقية عدة لكن قرار المحكمة كان عرضة وما يزال للانتهاك هذا ما اكتشفته هيفاء عندما باشرت وزوجها العام الماضي فعلاً بإجراءات الفحص الأمني علمت هيفاء لاحقاً أن جهاز المخابرات كان يسأل عنها في منطقتها انتظرت شهرين حتى علمت أنها مسجلة في جهاز المخابرات حماس أشواق العامر عملت فور تخرجها في وزارة الأوقاف براملة أثنى مدير أشواق على أدائها ورفع توصية لوزير الأوقاف لتثبيتها بين أنها قوبلت بالرفض وأخبرها الوزير محمود الهباش حين طلب لقاءها أن السبب هو جذور والدها وعائلتها وهي حماس ومن الصعب أن يتم توظيفها يعد المستشار القانوني في الاتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان بلال البرغوثي السلامة الأمنية واستخداماتها أحد الممارسات التي تندرج تحت مفهوم الفساد السياسي من حيث استغلال سلطة الحكم للحصول على مصالح سياسية وليس لأغراض تتعلق بالمنفعة العامة ويضيف أن حالة الانقسام السياسية عززتها بغاية استبعاد كل من يعارض السياسات أو يكون محسوبا على اتجاه مخارف للسلطة الفلسطينية لم يقتصر اشتراط السلامة الأمنية على التعيين في الوظيفة العمومية بل استخدم المسح الأمني بطرق غير مباشرة وخاصة عند طلبات الحصول على بعض الأذونات والرخص كرخصة السياقة العمومية إضافة إلى تشكيل الجمعيات الخيرية التعاونية والهيئات الأهلية أو في الحصول على المنح الدراسية حاولت معدة التحقيق الحصول على تعليق من وزارة الداخلية إلا أنها لم تتمكن من ذلك لكن المستشار القانوني في الوزارة المحامي إيد متخ وخلال جلسة نقاش أمان نفى أن تكون وزارته قد وضعت أي تعراقيل أو شروط خارج القانون الشرط الذي ألغي علنان عام 2012 ما يزال يخرج لسانه من خلف الباب للحقوقيين ورعاة القانون مستندا إلى نصوص فضفاضة مستحدثة تشرعنه مواربة وتمر بعنجهية في تصنيفه فسادا سياسيا كونه استغلال للسلطة من أجل تحقيق مصالح سياسية وأمامه تحترق أحلام الفلسطينيين مجددا النساء على وجه التحديد بمستقبل موحد في ظل حياة ترتهن بكافة تفاصيلها لمعيار الانتماء أو الموقف السياسي الذي يغلق عن سبق إسرار وترصد أبواب الفرص في وجوه المخالفين يعني بعد أن شاهدنا هذا الفيديو الذي لخص التحقيق نبدأ بالحوار مع معدة التحقيق الصحفية أسماء هريش بداية أسماء ما الذي دفعك لإنجاز هذا التحقيق وهل من مشاهدات دفعتك نحو البدء والبحث في هذا الموضوع الذي يعتبر نوعا من أنواع الفساد السياسي في البداية يعني بشكركم على هذه الاستضافة وتصليط الضوء على مثل هذه القضية في البداية هي كانت فكرة التحقيق من فكرة من تعامل يعني عملي مع مؤسسة فلسطينيات بعد ما اقترحوا علي الفكرة كون فلسطينيات مثل ما تحدثت في البداية تعمل على مبادرة عين على الأمن بعدها قمت بإعداد فرضية على هذه الفكرة وبعد ما قمت بإعداد الفرضية طبعا الفرضية أساسا فرضية التحقيق تقوم على جمع معلومات وبيانات وبعد البحث من هنا وهناك قمت بإعداد الفرضية وبدأت بالعمل على التحقيق لكن قبل ما أعمل يعني على حتى الموضوع نفسه يعني كنت من فترة يعني مش ببعيدة تقريبا في بداية شهر رواحد من هذا العام كنت على معرفة بقضيتين صبيتين أيضا يعني تم رفض عملهم بسبب شرط السلام الأمنية وأنا يعني تقريبا في هذه الفترة كنت على إطلاع يعني بقضايا يعني ربما انتهاكات الأجهزة الأمنية سواء من الاعتقالات السياسية أو حتى من يعني شرط السلام الأمنية فكون إطلاعي على هذا الملف كانت يعني فرصة البحث واستمرار تقصع الحقائق كانت فرصة ممتازة معي وكمان كان شيء آخر أنه دائما بعد خلال البحث أنه كان الحديث دائما عن الذكور عن فئة الرجال أنه هم اللي اتعرضوا لهذا الاضطهاد وهذا الانتهاك وأنه هم اللي يعني تم فصل عدد منهم سواء من اللي تم فصلهم في البداية من عام 2007 ورغم يعني فئة المعلمين لكن الحديث عن النساء تحديدا هون كان التحدي فهون كان أنه بدي أعكمل هاي الفكرة لأنه في عندنا نساء ضحايا سواء يعني بتم منعها من الوظيفة العمية سواء كونها هي تنتمي لأحد الأحزاب أو كونها هي أيضا تقع ضحية كون هي شقيقة أسيرة أو شقيقة يعني شخص ينتمي لحزب معين أو حتى ربما لأنه يعني شخص من أحد أفراد عائلتها يعني حتى تربطهم يعني قرابة بعيدة يعني كانت يعني حرمت من هذه الوظيفة فبناء على ذلك قمت باستكمال إجراءات التحقيق وبحثت في هذا المجال حتى نوصل لهذا النتاج لليوم أنتوا الكل عم بشوف هذا التحقيق بالانتقال إلى الأستاذ غاندي يعني شرط السلامة الأمنية أو المسح الأمني أو حسن السيرة والسلوك بغض النظر عن التسمية هل هذه كلها متساوية ومتشابهة قانونيا في الباطن أم أنها مختلفة لا بالتأكيد القانون نص على العدم المحكمية يعني شرط تقلد الوظائف العامة أو حسب قانون الخدم المدني هو عدم المحكمية بجريمة أو بجنحة مقلب الشرف والأمانية هذا الشرط الواضح بالتالي الحصول على شهادة عدم محكم من وزارة العدل يكفي ولكن من عام 2008 بدأت عمليات فصل واسعة بداية بالمعلمين وتبعنا القضية أنا كنت أنا شخصيا أتابع القضية وحصلنا على قرار محكمة العليا مش محكمة العدل المحكمة العليا ب19 قاضيا ألغت شرط السلام الأمني شرط السلام الأمني ما هو؟ يعني بعد الإنقسام الذي حدث للأسف في تاريخ الشعب الفلسطيني أعطي الدور الأكبر للأمن على حساب القانون ولازال هذا الدور يعني فعل وحقيقة قرار محكمة العليا بإلغاء شرط السلام الأمنية كان نجاحا في حينه ولكن هذا النجاح لم يكتمل لأنه لازم نرى ونشعر أن شرط السلام الأمنية موجود سواء على النساء أو على الرجال ولكن أصبحت الطرق مختلفة يعني كانت أستاذة لميس العالمي وزيرة التربية والتعيين تقول صراحة لعدم موافقة الجهة المختصة على تعيينك بهكذا وضوح ولكن الآن لا يتم توظيفه أو توظيفها دون إبداع الأسباب يعني للأسف الشيء تبقى الأمور السرية وهذا الأمر الخطير يعني أنت تتحدث الآن عن موازرات علنية تحكم بقرارات سرية يعني حتى المواطن لا يستطيع أن يعلم ماذا يفعل حتى يحصل على السلام الأمنية يعني ما هي الشروط التي يجب أن يقوم بها حتى يحصل على السلام لا توجد هي مزاجية مثلا أنا بنت خالي يعني في الأردن طول عمره بالأردن ويجت على الضفة اتزوجت بالضفة ليس لها علاقة بأي تنظيم سياسي وفصلت بحجة السلام الأمنية بمعنى أن الذي قرر فصلها بحجة السلام الأمنية الموضوع ليس موضوع انتمائها لتيار أو كذا وهي حرية بالمناسبة ولكن قد يكون الموضوع وراء الموضوع الحقد الشخصي قد يكون وراء الموضوع أنه تفضيل فلان على فلان وبذلك ينتهي في فلسطين بوجود شرط السلام الأمنية للأسف ينتهي التفوق والتميز في فلسطين أن تتحدثي عن أشخاص حصلوا على التفوق مثلا من ضمن القضايا التي تبعتها أن الأستاذ في الخليل حاصل على الأول على مستوى الضفة على أول في الامتحان التوجيهي على أول في مستوى المسابقة وتنفصله بحجة السلام الأمنية بحكي لي لما أنا حكيت لأبني ادرس عشان تجيب الأول قال له ما أنت جيبت الأول طالع شو صار فيك بالتالي هدم معيار التفوق في المجتمع ويصبح التفوق فقط والنجاح فقط للولاء يعني أنت مش ناجح لأنك أنت حصل على شهادة أو متفوق علميا ناجح لأنك أنت تاب على فلان أو موالي العلان تمام وهذا أمر خطير يصبح النجاح غير حقيقي يعني من هو الناجح الذي يحصل على قرار تمام وبذلك يصنف الذي لم يحصل على قرار وكانه الله سبحان الله فاشل وهي مسألة خطيرة بالعودة إلى أسماء كيف يندرج أسماء شرط السلامة الأمنية في إطار الفساد السياسي وطبعا حسب ما تبعت أنت في التحقيق يعني منتحدث اليوم عن السلام الأمنية أو شهادة حسن السيرة والسلوك هي رديفة الواسطة والواسطة اللي عرفت أيضا بقانون مكافحة الفساد لعام 2005 لجانب المحسوبية أيضا والمحابة وهذا كله يتعارض يعني مع المصلحة العامة لاعتبارات غير مهنية هذا كان وارد ضمن القانون الاعتبارات الغير مهنية اللي هي إما الرأي أو الدين أو الانتماء السياسي فشرط السلام الأمنية كان أيضا خاصة كان بشكل واضح كان الفصل لأنك أنت مثلا تنتمي لحركة حماس فهون كان في دور للفساد أيضا السياسي وأيضا بكون مثل ما تحدث الأستاذ غاندي في دور مصلحة شخصية أيضا في هذا الموضوع على اعتبار أنه يعني بتم استغلال هذا الشرط لأداء السلطة الحكم أو لمصلحة السلطة ما بتقوم بممارستها أو لمصلحة شخصية تخالف القانون وتخالف حتى ليس أيضا القانون والمفاهيم أيضا المجتمعية وخاصة أنه ما بتحقق المنفعة العامة فهون كان هنا النقطة اللي ليش هو بحقق الفساد السياسي وأيضا لأنه بترتب عليه مناكفات بين أيضا الموظفين وممكن البعض يتطرق للحصول على وظيفة بطرق ملتوية فكلها تحت مسمى السلام الأمنية اسمحوا لي أن أنتقل إلى السيدة أشواق سيدة أشواق أنت لك قصة في مسألة التوظيف في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية يعني ما الذي حدث معك بالتحديد ولأي أسباب حدث حسب ما فهمتي وعلمتي طبعا شكرا إليك أنا في عام 2013 كنت أعمل في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في رمالله عن طريق الانتداء بالمركز الإعلام الحكومي في رمالله أيضا كنت أعمل في دارة العلقات العامة حينها أنا خرجت صحافة بالطبع بعد فترة كان من المفروض أن يتم تثبيتي كما حصل مع بقية الزملاء الذين تم انتدابهم لبقية الوزارات لأن أنا الوحيدة الذي لم تم رفض تثبيتي من قبل وزير الأوقاف حينها كان محمود الهباش وقال لي بالحرف الواحد أنا لا أستطيع تثبيتك لأن والدك محسوب على فصيل معين أو هو حركة حماس بالطبع والدي هو معتقل سابق يعني إداري عدة مرات لدى سجون الاحتلال بالنسبة لي بالعكس هذا الشرف إذا كان هو يعتبر وصمة عارقنا شرف لي أن والدي كان معتقل ومحسوب على فصيل معين وبالنهاية نحن لا نعيش في غابة يحكمنا قانون السلامة الأمنية إذا كان والدي في أي فصيل بالنهاية له حرية الاختيار ربما أنا أكون مثله أو لا أكون مثله هاي حرية الاختيار أما أن يتم تصنيفي بناء على فصيل معين وأحرم من وظيفة لأن والدي أو أشقائي ينتمون لفصيل معين هذا الظلم بعينه يعني بالنهاية حينها طبعا تحجج وزير الأوقاف في تلك الفترة أنه نحن سنبعث لأجهزة المخابرات والوقائي في مدينتك أنت نابلس ليتم الفحص ونأمل خير يعني لكن فيما بعد قيل لي أنه أنت لم تحصل على حسن السلوك كما يسمونه من جهازين المخابرات والوقائي نعم يعني بالعودة إليك أسماء تبعتي عدد من الحالات في محافظات مختلفة حالات حرمت من التوظيف وحالات أخرى فصلت من وظائفها هنا أود أن أسأل عن تركيز البحث من حيث السنة والمحافظة في محاولة لفهم استمرارية العمل في شرط السلامة الأمنية بعد إلغائه رسميا في العام 2012 في البداية كانت لما أعدت الفرضية التحقيق في البداية كانت توجه لفترة الزمنية أنه تقريبا أن نأخذ آخر خمس سنوات يعني من عام 2023 وننزل تحت نقطة انطلاقنا للتحقيق لكن خلال البحث وجدت أنه كون شرط السلام الأمنية بالأساس تم وقف العمل فيه المفروض وتم إلغاءه بحكم قرار المحكمة من عام 2012 ومن خلال تتبع الحالات معينة أنه حالات ليست بجديدة بل هي من عام 2012 وما قبل وهي بتحاول الحصول على فرصة العمل مثل الحالة الأولى اللي بتحقيق مثل هيفا المعلمة اللي كانت 9 من 17 سنة بتحاول تحصل على وظيفة معلمة فهون حكيت لا مش خمس سنين هون يعني يعني اتقرقت لبدء من عام 2012 من الوقت اللي هو توقف فيه المفروض تنفيذ هذا القرار فانطلقت من 2012 فما فوق وخلال هاي السنوات أخذت كمان يعني من 2012 من 2016 يعني حالات عديدة اللي شملها التحقيق أيضا كذلك البعد المكاني البعد المكاني كان ربما اقتصر على ملقع معين أو محافظة معينة لكن وجدت أنه أيضا هو ظاهرة مستشرية لا تقتصر على فقط محافظة معينة يعني غطيت عنا من الشمال ومن الوسط ومن الجنوب وبناء على ذلك يعني قمت باستكمال التحقيق حتى يعني نثبت أنه هو ظاهرة ليست فقط وليدة يعني سنوات معينة بل هو مخالف من مخالف للقانون من الوقت اللي أساسا يعني التغى في شرط السلام الأمنية طيب يعني سيد غاندي المحكمة العليا كما قلنا في العام 2012 أصدرت قرارا بإلغاء العمل بشرط السلام الأمنية واستبذلته بشهادة عدم المحكمية وهي من اختصاص وزارة العدل بناء على ذلك كيف تفسر ما حدث مع هذه الحالات التي تحدثت عنها الزميل هرش بتأكيد يعني يجب أن لا نكون ساذجين هناك عملية غياب كامل للقانون في فلسطين لا يوجد لدينا سلطة الشرعية وأتى حل السلطة الشرعية بقرار من محكمة دستورية على المال في القانون يعني ألف باء القانون وليس في القانون لا يجوز للسلطة أن تحل سلطة لا يجوز الفراغ بالمرفق العام لكن السلطة الدستورية حلت البرلمان بمعنى حتى لو تم حل البرلمان يجب أن يبقى عضاء البرلمان قائمين بأعمالهم لحين انتخاب برلمان جديد انتهينا من سلطة على أجهة ثم قرار بقانون السيد الرئيس لحل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس قضاء إذن السلطة التشرعية والقضاء أصبحت بها السيد الرئيس ومن هو السيد الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية إذن الحديث عن سيئة القانون هذا كلام يعني ممكن في المقاهي أن نقوله ولكن حقيقة عندما يتحدث وزير إذا ما صح كلام السيدة الفاضل التي تتحدث أن وزير يوجهه إلى الرجوع للجهاز الأمني وهو رئيس الدائرة الحكومية بمفهوم القانون بالتالي لا أحد يخضى للقانون يعني نسمي الأشياء بمسميات إذا كانت فعلا الأجزة الأمنية تقوم بالمسح الأمني وهو كذلك لنقول أن الأجزة تقوم بالمسح الأمني ونسمي أنفسنا نحن دولة أمنية دع القانون للناس آخرين يستحقونه للأسف أصبح الشعب الفلسطيني وكأنه شعب لا يستحق القانون لا يستحق المساواة وهذا أسوأ من تطبيق السلام الأمنية النظر إلى الشعب الفلسطيني باعتبار الشعب لا يستحق القانون من أجل أن يعيش بكرامة في وطنه وأن يصل إلى تحرير وطنه وأن يصل بحرية في وطنه وأن يصل إلى احترام القانون بوطنه لكن للأسف أصبحنا نتمنى تقليد حتى الدول العربية الذين كنا في السابق ننظر إليها بسخرية هذا هو الواقع الفلسطيني وهذه المأساة أسماء العمل بشرط السلامة الأمنية مخالف للمادة رقم 9 من القانون الأساسي الفلسطيني كيف تفسرين ذلك وفقا لمتابعتك لوقائع جلسة النقاش التي نظمها في وقت سابق المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن بهذا الخصوص في البداية أقطبس مثل ما ذكرتها هي المادة رقم 9 من القانون الأساسي اللي بتنص على أن الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء على تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة وهذا كله يتنافى مع شرط السلام الأمنية مثل نتحدثنا في البداية أنه أساسا هو ليس فقط مخالف لقانون الأساسي أساسا هو يعتبر من أحد أشكال الفساد السياسي فبالتالي هو لأنه يعتمد بحد من حرية الرأي والتعبير يعني إحنا شعب فلسطين منعيش في شعب عندنا الانتماء السياسي ربما جزء من حياة الفلسطيني فحقه ينتمي لأي فصيل يريد فهذا الشرط هو مخالف لهذا النص القانون رقم 9 وأيضا استمرار العمل في هذا الشرط أيضا مخالف لقانون اللي أساسا أيضا لغته المحكمة العليا يعني إلغاء قرار من محكمة العليا هذا يعني جريمة جريمة وخاصة هذه يعني إلغاء مثل هذا القرار يعني مثل ما أثناء التحقيق تحدثت مع أستاذ غاندي يعني أعلمني أن هذا القرار بيكون بإجماع من ربما تسع قضاء تسع قضاء يعني يتم إجماعهم على إلغاء مثل هذا القرار ورغم ذلك يتم العمل الاستمرار فيه فهذا جريمة يعني مخالف للقانون الإساسي ولكل المعايير القانونية والدولية طيب أستاذ غاندي إلغاء شرط السلامة الأمنية يجعل من يعمل به مخالفا للقانون أليس كذلك؟ بالتأكيد يعني في ظل الحالة المتشابكة التي نعيشها قتامة المشهد في المؤسسات غياب الشفافية أيضا معايير التوظيف الواضحة غائبة هي الأخرى كيف تبدو مهمتكم كمحامين لإثبات المخالفة القانونية؟ بالتأكيد المهمة صعبة وشبه مستحيلة أنت تتحدث الآن أنا أضيف لكلام الأستاذة المادة السادسة من القانون الأساسي تقول أن سيادة القانون هي أساس الحكوم في فلسطين ويقضع للقانون المؤسسات والأفراد بمعنى أن القانون هو السيد بالواقع لم يعود القانون هو السيد أصبح الفرد هو السيد ومن يولون هذا الفرد؟ بالتالي أنت تبحث عن تطبيق قانون بأشخاص يملكون تحويله وتطويره وإضافته وتجديده وتعديله القرارات بقانون نحن لدينا أصبحنا المئات من القرارات بقانون التي تصدر عن السيد الرئيس لا أحد حتى يشارك فيها لا أحد يبدي وجهة النظر سيدة الكريمة القانون هدفه في غاية اجتماعية للقانون هو تطوير المجتمع وتنظيم سلوكه الخارجي تمام؟ عندما لا يصبح القانون غاية اجتماعية وغاية لمصلحة المجتمع تصبح غاية فردية القوانين لم تعد تهم المواطن الفلسطيني أصبح المواطن الفلسطيني أشب غربة واغتراب عن القوانين وأصبحنا نحن كمحامين مفروض أن ننادي بتطبيق قانون نخجل من أنفسنا عندما نتحدث بسيادة القانون لأن نعلم علم اليقين أنه لا سيادة ذلك القانون حقيقة وانعكاسه على شرط السلام هذا جزء بسيط فقط أن تعطي سلطة دون قانون لاحظي معي هذه سلطة السلام الأمني هي بار عن سلطة لم يؤشر إليها أو يشار إليها بقانون أن تعطي سلطة بدون قانون هذا أمر لماذا يلاحق أفراد الضابط العدلية المجرمية لأنهم خرجوا عن القانون ولكن هذا الفساد السياسي أنت تتحدث عن سلطة دون قانون من الذي يحاسبهم؟ أنا أسأل من الذي يسأل هؤلاء أنت ليس من حقك أن تعطي السلام بغض النظر عن فلان أو علنان مدام لا ينتكي بجريمة أو بجرحة العلاقة بين المواطن والدولة هي علاقة قانونية أنا قد أحب أو أكره الرئيس أو المسؤول أو كذا هذا حقي ولكن علاقتي معه وعلاقته معي هي فقط بالقانون وليس بالحزب أو بالتنظيم أو بالانتماء فقط بالقانون ما يطلب مني القانون أن أقوم به سوف أقوم به ويجب أن أقوم به وإذا خلفت القانون يجب أن أعاقب أيضا ولكن أنت إذا تخالف القانون من يعاقبك؟ لذلك قلنا أن يجب أن تكون هناك سلطة تشريعية وسلطة قضائية مستقلتان حتى تراقبان وتحاسبان السلطة التنفيذية لأن السلطة التنفيذية هي التي تمتلك الأدوات التنفيذية للتأثير في المواطن لا توجد دولة تستطيع أن تعيش للمستقبل ونحن كشعب فلسطيني بدون هذه السلطات المستقلة لذلك مستقبلنا بالتأكيد ما أساوي يعني أنت تقول أن مهمتكم شبه مستحيلة في ظل هذا بالتأكيد كيف تثبت إذا وزير يعني تتحدث الأخت عن وزير نعم هذا ما أريد أن أتحدث به إذا وزير يؤمن أن هناك سلطة أعلى منه مع السيدة أشواق يعني نعود إليك سيدة أشواق تحدث إليك وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش في حينه وقال لك هذه إجراءات النظام التي نعمل عليها حاليا يعني هل وضح لك أي شيء عن هذه الإجراءات التي كان يقصدها؟ لا عمليا هو لم يتم التوضيح يعني لأنه الأمور واضحة بالنسبة إنا يعني إحنا عارفين موضوع السلام الأمنية وين رح يروح رح يروح أجهزة الأمن لهم المخابرات والمقايا والاستخبارات مثلا الموضوع واضح يعني الموضوع يتم التعامل أنه إحنا نبعث واستني طبعا لم يتم الفصول على موضوع السلام الأمنية حتى أنني أنا في أحد الأعوام ذهبت في عام 2016 على ما أذكر ذهبت لوزارة الداخلية في نابرس تقدمت بطلب الحصول على السلامة الأمنية من جهاز المخابرات وعلمت فيما بعد عن طريق الاتصال من طريق أحد أقاربي أنه تم رفض تم رفض إعطائي حسن السروق من جهاز المخابرات وأنا على قناعة أن لو تم إعطائي حسن السروق من جهاز المخابرات فيقول جهاز الوقائي لم يعتفقي حسن السورة والسروق فنحن في دوامة هذا الجهاز يأتي هذا لا يعطي في سبيل الحصول على عدم حصول على موضوع حسن السلوق بالنسبة لهم طبعا بالعودة إليك أسماء خلال التحقيق هل تمكنت من الحصول على إجابات واضحة من جهات الاقتصاص سواء الأجهزة الأمنية جهاز المخابرات الأمن الوقائي أو وزارة الداخلية حول الإجراءات ما هي هذه الإجراءات التي تحدثت عنها الحالات التي رصدتها في التحقيق وما هو الاستنتاج الذي توصلت إليه بناء على ذلك؟ خلال التحقيق كان تعذر الوصول كنت أحاول الوصول لمستشار القانوني بوزارة الداخلية لكن تعذر الوصول وما كان في استجابة على الهاتف فاستنادا لذلك خاصة أنه كنت نحكي عن وقت قصير لأعداد التحقيق فاتوجهت رجعت للجلسة التي أقامتها أيضا مؤسسة اتلاف أمان التي كانت بحضور عدد من مؤسسات المجتمع المدني عدد من الحقوقيين والمحاميين اللي كلهم بأكدوا على استمرار العمل بشرط السلام الأمنية اللي كانت هي بتمني حزيران من العام الماضي 2022 كانت هذه الجلسة وخلال الجلسة كان أيضا بحضور المستشار القانوني لوزارة الداخلية فمن هنا اعتمدت في التحقيق على روايته أنه نفع أنه يكون أي دور لوزارة الداخلية لها علاقة بشرط السلام الأمنية من بعد أن الأجهزة الأمنية هي بتشترط هذا الشرط فبرر شرط السلام الأمنية أو حتى اعتبر هي شهادة حسن السير والسلوك استخدم هذا المصطلح قال أن هذه الشهادة تطلب في بعض الأحيان بهدف الدراسة وبهدف ممكن الإقامة في خارج فلسطين أحيانا قال أن بعض الدول الخارجية أو الجامعات تطلب هذه الشهادة سواء من المواطنين أو الطلاب اللي بيوده العمل أو الدراسة في خارج البلاد وهذا كان التفسير اللي أخذناه من وزارة الداخلية رغم بحكيلك أنه خلال الجلسة اللي عقدتها ائتلاف أمان كانت تتحضر يعني عديد من المؤسسات الحقوقيين ومنهم الهيئة المستقلة اللي أيضا كان يوصلها عدد من الشكاوي من المواطنين وأيضا ائتلاف أمان نفسها اللي كان أيضا وصلها عدد من حالات أيضا خاصة النساء رغم قلتها خاصة كمان أنه نتطرق لهون لموضوع رغم قلة عدد الشكاوي ليش؟ لأنه تحديدا النساء بتخاف بتخاف أنه تروح تقدم شكوى يعني حاولت أسأل العديد من الضحايا أنه ما توجهوا لأنه هم بالبداية بسبب الخوف يعني من أي ضرر يلحقهم هم أو عائلاتهم وأيضا لأنه يعني مثل ما تحدث الأستاذ غاندي إحنا في بلد لا يحكم عن طانون إذا أنا قدمت شكوى لمين بدأت تروح الشكوى؟ أسماء أريد أن أسأل سيدة أشواق حول هذا الموضوع هل تقدمت سيدة أشواق بشكوى؟ وكيف تم التعامل مع هذه الشكوى؟ وأيضا أريد أن أسألك عن الرسالة التي توجهينها لمن تعرضنا أو قد يتعرضنا لتجربة شبيهة بما حصل معك؟ في الحقيقة أنا لم أتوجه بعي شكوى أو رفع قضية على الأمن مثلا أو حتى على الوزارة التي كنت أعمل فيها لأني أعرف أن الموضوع نهايته القاضي والجلاد هم نفس الشخص نحن في دوام مثل المؤسسة الأمنية ربما يقول القاضي ذكروا أستاذ غاندي مثلا أنه يعرض الموضوع على تسع قضاء فعندما يعرض الموضوع على تسع قضاء وإذا تم تجاوز الأمر فما ذلك بقضية فرضية سيتم لف الأمر نحن نسمع بالاعتقالات السياسية عندما يصدر القاضي أمر بإخلاء سبيل متهم مثلا معتقل سياسي ولا يتم الاستجابة لهم قبل أجهزة الأمن نحن في نفس الدوامة بالنسبة لي الموضوع منتهي أما الرسالة التي أوجهها يعني بالنهاية كل شخص له تجربة لهذه الحياة ربما شخص يقدم قضية ربما يتم التجاوب معه ربما يعني أما بالنهاية أنا قناعتي أنه إحنا سيأتي يوم في هذه البلاد ونصر إن شاء الله إلى العدالة أنا صدقا أقول هذا الكلام يعني أنا لدي قناعة بأن الظلم مؤذن بخراب العمران طالما نحن نعيش في قبضة أجهزة أمنية تحكم سيطرتها على البلاد وعلى الوظائف وعلى كل شيء تقريبا نحن نراوأ نسمع كل يوم يعني عشرات الاعتقالات السياسية شو بضرصة ولا أحد يحرك ساكن بالنسبة لي سيأتي يوم وإن شاء الله سيأتي أخذ كل صاحب حق حق طيب دعيني أعود للصحفية أسماء هريش يعني أسماء لا يتعدى قرار المحكمة العليا الصادر عام 2012 والقاضي بإلغاء شرط السلامة الأمنية للحصول على الوظيفة العمومية كونه حبر على ورق أمر يعززه الإنقسام السياسي وتعززه أيضا حالة قمع الحريات التي يعني التي نعيشها خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة كيف تعلقين على ذلك؟ للأسف يعني هو شرط السلام الأمنية هو صحيح ظهر مع ظهور الإنقسام السياسي لكن كما قال الأستاذ بلال البرغوثي المستشار قانوني في اقتلاف أمان هو لم يكن وليد لكن كان بشكل ملحوظ وظاهر تم استخدامه وتم شرعنة استخدامه من عام 2007 حتى عام 2012 بطريقة قانونية خاصة عندما في 2007 أصدر في حينها رئيس الوزراء أمر شرط أن العمل في الوظيفة العمومية كان هو شرط العمل في شرط السلام الأمنية لكن قبلها كان العمل فيه بطرق ملتفى للقانون فلما صار عندنا الانقسام السياسي كان هون بشكل ملحوظ بدأ العمل فيه ومن عام 2007 إلى 2012 حتى توقف العمل فيه تم فصل عدد من المعلمين وأيضا فصل عديد من الحالات وهذا للأسف بعزز الانقسام السياسي وخاصة الانقسام السياسي ما هو أساسا بعزز أيضا ويقصنا على البعد الاجتماعي بيقصنا على فسخ العلاقات الاجتماعية وكمان إذا تحدثنا عن الطريقة التي تتم فيها المسح الأمني أو كيف تتم شرط السلام الأمنية مثلا جهاز المخابرات أو جهاز الأمن الوقائي لما يوصلوا من وظيفة معينة أو من وزارة معينة أن هذا الفلان يريد أن يتوظف عندكم في حصولنا الأجهزة الأمنية كيف الفحص؟ بتتوجه لمكان إقامة المتقدمة للوظيفة أو المتقدمة للوظيفة بتتوجه لمكان إقامتها مثلا ما حدثت مع الضحايا وخاصة المعلمة هيفا التي تحدثنا عليها بالتحقيق توجهوا لمكان سكنها بتم السؤال عنها هي أو زوجها من خلال ما يسمى عن طريق أحد أفراد الأجهزة الأمنية أساسا اللي يعيش في هاي البلد كمان من قص البعد بدخل أيضا البعد الشخصي إنه إذا هو كان على علاقة سيئة بهاي العائلة نفسها مش بس بهذا الفرد فهو بيحكي لك لا هذا مرفوض ارفضوا طلبه والمأساة الأخرى إنه بتم الرفض ليس من جهاز واحد أنت لازم تحصل على القبول مثلا الوقائي يعني للأسف مثلا بيعطيك الموافقة لكن المخابرات بيرفض أو العكس وبتم الشخص هو عالق ما بين الجهتين طيب أستاذ غاندي المواطن الفلسطيني يعيش ارتدادات المأساة الفلسطينية منذ العام 2017 سبعة ستة عشر عاماً حتى الآن لا يوجد أفق سياسية واضحة لإنهاء الانقسام برأيك ما هو المطلوب الآن للحفاظ على حق الناس بالحصول على فرصة للتوظيف في القطاعين سواء العام أو الخاص بغض النظر عن الانتماء السياسي شوفي أهم يعني أنا واقع ولكن يعني مؤمن بمبدأ كنا نحن بالجامعة درسونا بالسنة الأولى هو يعني المفكر مونتسكيو في روح القوانين قال أنه السلطة كالخمر تدور برأس صاحبها فكلما يشارب أراد المزيد عشان يجب فكرة الفصل ما بين السلطات دون الفصل ما بين السلطات الفرد لا يستطيع أن يحد تجاوزات السلطة الفرد المؤسسات يعني هذا كذب دعونا نكون صارحين معنا لا مؤسسات فلسطينية ولا حقية ولا أفراد يستطيع أن يحدوا من التمادي أو تعصف السلطة التنفيذية نحن نحتاج إلى سلطة أخرى وهي سلطة تشريعية بمعنى أن التحول والتغيير لمصلحة كل الشعب الفلسطيني مهما كان انتماؤه هو بإجراء الانتخابات سلطة قضائية مستقلة عندها ليحكمنا من يحكمنا سوف لا نخاف لأن هناك سلطة تشريعية تحاسب من أخطأ أما في ظل هكذا أحوال لا مؤسسات حقية ولا أفراد يستطيعوا أن يعدلوا هذا التجاوز القانون أبدا وأنا لا أضحك على نفسي ولا أبيع الوهم للمواطنين لذلك السلطة غير حريصة على الانتخابات بالمناسبة يعني غير حريصة أبدا على إجراء الانتخابات التشريعية لأن الانتخابات التشريعية تعني رقابة مستقلة على أداء السلطة التنفيذية بغض النظر مننا يفوز حتى لو كان كل الفائزين هم من أتباع الحزب الحاكم ولكن مجرد وجود سلطة يعني ميزان للرقابة وبالتالي فحص سلوك السلطة التنفيذية دون ذلك لا يوجد أي حل حتى لا نخدع أنفسنا ولا نضيع وقتنا نحن بحاجة إلى إجراء انتخابات تشريعية تكون الفيصل ما بين المنقسمين وهذا شأنهم ولكن من حق المواطن العادي الذي يبحث عن استقرار وعن أمان وعن مستقبل لأولاده في هذا الوطن الذي للأسف يقع تحت احتلال من حقه أن يختار من يمثله وأن يختار من يقوده وأن يضع الخطط المستقبل له دون ذلك نحن للأسف نقاد كأي دولة ليس في العالم الثالث تطورت الدول في العام كبداية تبدأ تكون دولة بالعالم الثالث وهذه مأساة يعني سؤالي الأخير سأوجهه إليك أسماء شرط السلامة الأمنية تجاوز حدود الوظيفة العامة وصل إلى القطاع الخاص وكذلك إلى القضاء ثم إلى معاملات حصر الإرت ثم إلى أين حسب متابعتك في التحقيق يعني للأسف نتحدث أنه فعلا نتعدى الوظيفة العمومية والوظيفة الخاصة وتقريبا نقدر نحكي أنه تم توظيفه في كافة الوظائف شرط السلامة الأمنية حتى المؤسسات الخاصة للأسف بعض انطاع لهذا الأمر منهم وتقريبا يعني وصل الحد إلى أنه حتى من يعني وصل الحد للمؤسسات الإعلامية ليس فقط تقتصر على الصحفي نفسه بتم حرمانه من الوظيفة في مؤسسة ما مثل مثلا ما حدث مع مهط مازي التي وردت أيضا من الضحايا في التحقيق التي كانت إعلامية تم منعها يعني قسرت وظيفة الاتحاق بالعمل بأحدى الراديوهات نتيجة رفض الأجهزة الأمنية إعطائها الموافقة الأمنية ولم يقتصر اليوم بنتحدث عن أفراد اليوم أيضا أصبح في وسائل الإعلام مؤسسات إعلامية عديدة اليوم تشكوا من شرط السلامة الأمنية تطلب الحصول على ترخيص الترخيص شرطه أن يكون هناك حصول على شرط السلامة الأمنية فعندما يتم الرفض شرط السلامة الأمنية فبالتالي لا يوجد ترخيص وهذا للأسف يؤدي العديد خسر وظائفهم أيضا ضمن الحالات حتى بعد أنجزة التحقيق على متابعة فيما يجري أيضا هناك ظاهرة في موضوع رياض الأطفال يعني ثلاث حالات بعد أنجزة التحقيق رياض الأطفال رغم أنهم حصلوا على الترخيص لإنشاء رياض الأطفال العديد من المعلمات اشتكت أنها حصلة أساسا على الترخيص ولكن لأنه كل سنة يتم تجديده في السنة هاي البعض تم رفض إعطاءهم أو تجديد الترخيص لهم بحجة شرط السلامة الأمنية فالبعض أيضا تم إلغاء يعني خسرة مصدر رزقها أيضا عندنا الجمعيات التعاونية النسائية اللي أساسا هي بتقوم أساسا لأنها تشكل مصدر دخل دخل إضافي لنساء أساسا هم بحاجة إلى مثل هاي الجمعيات حتى يكونوا مصدر دعم لعائلاتهم للأسف أيضا في مشاريع من تحديدا نسائية تم منع شرط يعني حصلنا تقولين منتشر لكافة منتشر في كافة يعني بالمجتمع سواء في جميع المحافظات لا يقتصر على وظيفة معينة مثل ما تحدث وبالتالي في العديد من الحالات للأسف نتحدث اليوم أنه شرط السلامة الأمنية يعني هو محاولة بتم استخدامه كاستفزاز عفوا يعني سلوب استفزاز من قبل الأجهزة الأمنية أو أصحاب أرباب العمل تحديدا للنساء فبتم تهديدهم واستفزاز عفوا استفزازهم بشرط السلامة الأمنية أنه إذا مثلا ما عملت هيك هيك أنت رح تخسري هذا هذا الترخيص وبالتالي رح تخسري وظيفتك نعم يعني في ختام هذه الحلقة نطرح تساؤلا مهما بخصوص مسودة نظام ترخيص المؤسسات الإعلامية الأخير لسنة 2022 ووردت فيها عدم الممانعة الصادرة عن وزارة الداخلية سؤال برسم الإجابة كيف تنظر المؤسسات الحقوقية إلى هذه العبارة أو إلى هذا الشرط وكيف يضع هذا الشرط المؤسسات الإعلامية أمام فصل جديد من فصول انتهاكات حرية العمل الصحفي ومن هو المستفيد شرط السلامة الأمنية إذن ألغي علنا في العام 2012 بينما يستمر العمل به من الباطن بالاستناد إلى نصوص فضفاضة مستحدثة وتشرعنه مواربة وتمر بعنجهية على تصنيفه فسادا سياسيا مشاهدين الكرام إلى أن نلتقي في الحلقة الرابعة ضمن مبادرة عين على الأمن وتنفذها مؤسسة فلسطينيات بالشراكة مع المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي الكرام هنا في الستوديو وعبر الخط الهاتفي وأشكر طاقم العمل والشكر لكم أنتم مستمعين مشاهدين على حسن المتابعة وهذه تحياتي سمح الكحال إلى اللقاء اشتركوا في القناة